نختم هذه الجولة من صحيفة الانتباه وفيها نطالع رئيس الأركان يشاركه بمؤتمر لمكافحة التطرف العنيف في واشنطن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة لرئيس الأركان المشتركة الفريقة والركن كمال عبد المعروف الماحي لزيارة واشنطن لحضور مؤتمر مكافحة التطرف العنيف بمشاركة رؤساء أركان وقادة جيوش أكثر من 120 دولة إلى جانب مشاركته في مؤتمر اتحاد الجيش الأمريكي وبحث عبد المعروف مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الخرطوم أمس السفير ستيفن كوستيس بحضور الملحق العسكري الأمريكي المقدم آدم كورديش القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد عبد المعروف أهمية تطوير العلاقات بين البلدين عبر الحوار والعمل المشترك من جانبه أكد القائم بالأعمال الأمريكي تقديرهم لاتزام السودان برعاية السلم والعمل الدوليين مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى على صعيد مسارات الحوار المشترك يعني يبدو أن التقارب بين الخرطوم وواشنكتون يمضي إلى مسارات ومربعات جديدة كيف تقرأ هذه الخطوة؟ واضح جدا أن الإدارة الأمريكية اعترفت أخيرا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الدعم السريع فيما يلي محاربة الجريمة العابرة الهيرات غير الشرعية الاتيار بالبشر وأيضا الإرهاب هذا أمر ضروري مهم جدا أعتبار أن هناك جولة بحثات وشيكة ومرتغم بين الإدارة الأمريكية والحكومة السودانية ربما يكون الجنة الرئيس فيها هو إزالة اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب وهو تموضع ضر كثيرا بالسودان عطل الاستحلاب الفوائد الكلية لقرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر الاقتصادي على السودان عطل أيضا استحلاب الفوائد الاقتصادية من هذا الغرار عطل إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصادات العالمية عطل اندماج للغطاع المصرف السوداني واستفادته الكلية من التواصل والاندغام والاندماج في المؤسسات المصرفية الدولية عطل أيضا ربما قروض ومينح كانت ستصل للسودان لو لم يكن اسمه موجودا في هذه القائمة أعتقد أن التغارب العسكري ما بين الخرطوم وواشنطن مطلوب مؤخرا قامت واشنطن بتسمية مرحق عسكري بعد أكثر من عقدير من الزمان وهو أيضا إشارة التؤكد وتعزز ما يشاع من وجود تغارب عسكري كبير من البلدين هل برأيك هذه المشاركة تأتي تقديرا لدور السودان من خلال القوات المسلحة في محاربة تحريب البشر والاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود أما أن هذا هو المسار الطبيعي للعلاقات بين البلدين والتي يراها كثيرون أنها تنضي قدما واضح جدا أن الدارة أمريكية في ثوبها الجديدة الذي يغوده دونالد ترامب لا تابه كثيرا لبيئة ثوابت القديمة لا تابه ولا تهتم بالتصريفات التي يقيل وتتغال في حق الحكومة السودانية كانت الحكومة السودانية تدمر بأنها واحدة من حوابهم الإرهاب كانت توصب بأنها واحدة من منابع ومنابت العمل المتطرف الذي يزعز على الأمن وسلم الدولين هذه كلها منطلغات لم تعد فاعلة ومدية في تحديد السياسة الأمريكية الخارجية دونالد ترامب متمرد ليس على الأتابهات القديمة فإنه يزعى لتحطيمها وتكسيرها كليا هذا يعزز فرص أن يجد السودان نفسه في مسارات التغوط في خاتمة المطاف إلى إزالة اسمه من قائمة الإرهاب التي كما قلت عطلت كثيرا من التفعيل والاستفادة من علاقات السودان الخارج كيف يبدو وضع السودان في قائمة الدول الرائعة للإرهاب في المستقبل في ظل هذه التقاربات في مستوى العلاقات الرسمية بين البلدين هو باقع الحال كما قلت يشور إلى أن هناك تقارب وتغارب كبير جدا من شأنه أن يسهم فيه على الأقل لم يكن في المستوى القريب يمكن أن يكون في المستوى البعيد ربما سنرى اسم السودان مزالة من هذه القائمة ربما نرى تقارب أكبر الآن المطلوب أن يشارك السيد الرئيس الأمريكان المشتركة في هذا الاحتفال الكبير وهو احتفال يمكن أن يجعل السودان معترب به ليس في الداخل الأمريكي وإنما في المجتمع الدولي شكرا قاتل الصحفي والمحلل السياسي يوسف الجلال شكرا جزيلا لك